مقابل ثلاثة للوكرة نذكر بالأهداف التي جاءت في بداية الشوطة الأول عن طريق اللعب نشأة أكرم في الدقيقة التاسعة والعشرين هدف التعادل جاء في مجرى الشوطة الثاني الذي اشتعل في الخمس دقائق الأخيرة عن طريق اللعب خالد مفتاح في الدقيقة الواحدة والثمانين بعد مجهود فردي وافر تمكن من تسجيل هدف التعادل للخوياء الأول هدف التقدم مرة أخرى للوكرة جاء عن طريق اللعب أنور ديبة في الدقيقة الرابعة والثمانين بعد أن خادع الحارس بابا مالك بكرة ثابتة سجلها على يمين الحارس بابا مالك في المقابل هدف التعادل جاء بعد دقيقة عن طريق اللعب تريسور في الدقيقة الخامسة والثمانين لتأتي الأشواط الإضافية ويتقدم اللعب محمد رزاق في الدقيقة السابعة والتسعين ونشاهد الهدف الثاني لللاعب تريسور في دقيقة خامسة والثمانين ومن ثم جاء هدف التقدم للأخوية في الدقيقة السابعة والتسعين عن طريق اللعب محمد رزاق سنحت هناك الفرصة للتعادل لفريق الوكرة عن طريق اللعب أنور ديبة من ضرب الجزاء ولكن أضاعه في دقيقة المئة وواحد ومن ثم جاء التعادل في الدقيقة المئة وعشرين عن طريق اللعب علي رحيمة التقدم جاء عن طريق اللعب بكاري كونية في الدقيقة المئة واثنين وعشرين نقول ألف مبروك للأخوية هذه النتيجة وهذا التمييز وأيضا الرغبة والإصرار للوصول إلى أدوار متقدمة من هذه البطولة نبارك للأخوية هذه الإثارة وأيضا هذه المتعة التي شاهدناها في هذه المباراة أنتقل الآن مباشرة للإستاذ تقبلеся خوية وفرفتن كونية لتعزميس كنت تخلينا مدعية تقبله كنت تعرفت كنت تعرفت عندما كانت حول لا يمكن أن تدعم لأن نظر للمساعد كنت تعرفت لأخوية كيف ترى أن ترى هذا المعارضة؟ كيف ترى هذا المعارضة؟ نعلم أن هذه المعارضة محاولة وكثيراً لدينا محاولة ونفعلنا نفترض هذا المعارضة لدينا قد نعلم محاولة ويواني لا أعادنا نشيك لماذا بكما يتصابج والمشيكية سيكون من فدري أعادنا يقولون تخيزين أنت الغازة يقولون أن دخويا تغفي في النهاية نبدا لنقل في نابدا لأن العام المسيح الموضوع يشترك كما نحن رؤية فيها عاما وان عاما يجب أن يكون لدينا المعرفة لذلك. اليوم، سنعود إلى المقابلين لتعديد هذه المقابل. هذا هو نوع نعرف كبير. لا أتوقف الآن، فقط أحضر هذا المقابل. ويجب أن يكون لدينا المقابل ونحن نعرف ببنى هذا المقابل ونحن نشاهد كل المقابل. شكراً لكي وشكراً لكم. زميل عبدالعزيز كرمي